اشتركوا في القناة اذا سمعته سجلت اجابتك اول اجابة عندي اين مدرستك المدرسة طبعا كانت كما عدد فصول كانت 20 فصل انت بتدرس الكيميا في المعمل دي اجابة نص الاستماع ب3 درجات لو انت جوابت كده هتدي نفسك 3 درجات نص الاستماع التاني بيقول لي من اللي بنا القلعة قلنا صلاح الدين هو اللي بناها صلاح الدين كم عدد المتاحف في القلعة 4 متاحف السؤال التالت كم المدة التي استغرقتها في البناء 8 سنوات في السؤال التالت complete the following dialogue اكمل الحوار التالي بيقول لي اول نقطة عندي can i مسافة a question يبقى can i ask ممكن اسأل يبقى نكتب ask يسأل في النقطة التانية بيقول انا كنت فين يعني كنت بقول ايه يبقى where was i يبقى هنكتب was الناس كانت بتيجي المكتبة علشان to learn and to study علشان تتعلم وتدرس learn i am sorry to interrupt you انا اسف على مقطعتك يبقى هنكتب interrupt يبقى ask was learn interrupt اربع درجات على الديالوج السؤال الرابع supply the missing parts in the following too many dialogues الحوارات الصغيرة احمد لما اتصل بصاحبه ردت عليه مامة صاحبه هو سألها may i speak to mad please هتقول له yes hold on يعني انتظر just a moment please فقط لحظة واحدة لو سمحت هاني بيكلم نبيل سأل سؤال فقال له ان ساحل الديناصورات هو من به اقدم الحفريات يبقى السؤال which place has the oldest fossils اي مكان يوجد به اقدم الحفريات which place has the oldest fossils دي اجابة السؤال الرابع كل واحدة كل جملة عليها درجة ونص يبقى ثلاث درجات الجزء الخاص بالreading كومبرهنجان فهم القراءة ده عليه اربع درجات how did the student go to Cairo ازاي راحوا القاهرة عندك في النص من فوقه buy bus بواسطة الاوتوبيس how long did the journey to Cairo take الرحلة استغرقت قد ايه لو تاخد بالك هم قالوا ان هم مشوا الساعة خمسة we arrived at 8 o'clock انا عملها لك بالورنجة هي وصلوا الساعة تمانية يبقى الرحلة استغرقت من خمسة لتمانية يبقى three hours ثلاث ساعات السؤال التالت يقول لي why did the students stop in Tanta ليه الطلاب توقفوا في Tanta علشان يشتروا بعض الحلوة to buy some sweets هي الاجابة هي عملها لك بالاخضر be choose number four all the girls were كل البنات كانوا happy ولا sad ولا bad ولا unhappy طبعا كانوا happy سعداء اللي هي ايه number five اخر سؤال عندي the students went to Cairo in the الطلاب ذهبوا الى القاهرة في فصل ايه winter الشتاء spring الربيع autumn summer ده عايزة واحد زاكي يجاوب على السؤال ده طبعا انت لو بصيت في اول جملة عندك بيقول لك our school made a journey to Cairo last january january اللي هو شهر واحد شهر واحد بيكون في الشتاء يبقى winter يبقى احنا لما قلنا امتحان المتفوقين ما كناش بنجدب فعلا لو طالب مستوى متوسط مش هيعرف يطلع الاجابة دي بعد كده نروح على السؤال السابع choose the correct answer from a b c or d i did my homework i مسافة visited my cousins طبعا هنا احنا هنختار also لان also ايضا دايما بتيجي قبل الفعل الاساسي اما to to دي بتيجي في اخر الجملتين وبيكون قبلها كما دي اداة الربط بين الجملتين also وto ده الفرق اللي احنا قلناه في الشرح قبل كده number two بيقول لي when قصر النيل bridge open عايز اقول متى تم افتتاح كبري قصر النيل طبعا تم افتتاح يبقى ده اكيد في الماضي يبقى when did you مسافة look at the sun تنظر الى الشمس طبعا هنا هنهاه عن النظر الى الشمس يبقى ده تحريم او منع يبقى you mustn't i love this book انا حبيت الكتاب ده او انا بحب الكتاب ده it's a مسافة story اكيد طبعا همدح القصة مدام انا حبيت الكتاب يبقى يبقى هقول it's a wonderful story يبقى مش هقول bad سيء ولا terrible فضيع ولا long طويل هقول wonderful رائع number five if you مسافة a building you go into it اللي معناها انك بتدخل المبنى اكيد طبعا مش arrive يصل ولا damage يتلف ولا leave يغادر هتكون enter يدخل هي enter بتساوي go into it a مسافة is a strong building like a small castle ايه هو المبنى القوي زي القلعة طبعا مش هيكون الحقل ولا الحفرية ولا المعدية لا فيلد ولا فصل ولا فيري هيكون طبعا الحصن fort number seven بيقول لي i مسافة to go to the park with you انا عايز اروح الحديقة معاك طبعا للطلب بادب قلنا بنستعمل would love number eight i think he مسافة be home at four o'clock اعتقد مدام اعتقد يبقى مش متأكد يبقى مش هختار going to يبقى اكيد هختار will دايما think من الكلمات المرادفة لكلمة will كده حصلنا على الاربع درجات كاملين ونروح للسؤال اللي بعد read and correct the underline words اقرأ وصحك كلمات التي تحتها خط there is a restaurant at the bottom of the cairo tower طبعا المطعم موجود في قمة البرج فهنقول the top مش the bottom i like reading a story night طبعا night بتاخد at متاخدش in you must eat in the classroom طبعا هنا هنمنعه مش نقوله يجب عليك هنقول يجب الا يبقى you mustn't john needed some medicine john احتاج دوا ف so he went to زهب الى طبعا مش السوبر ماركت اكيد زهب الى الكيمست الصيدلية كل واحدة عليها نص درجة يبقى عندك درجتين هنا في السؤال رقم 8 اخر سؤال عندي البراجراف عن المادة الدراسية المفضلة هنقول ممكن تختار اي مادة تانية احنا اختار نا الدراسات الحاسب الالي انا عندي ثلاث حصص في الاسبوع المدرس بتاعنا بيدرس لنا وبيعلمنا ازاي نستعمل الحاسب الالي وشبكة المعلومات الدولية الانترنت هو كمان بيعلمنا عن مواقع الالكترونية وبيساعدني في عمل مدوناتي الخاصة انها مادة دراسية مفيدة ده البراجراف اجابة السؤال التاسع وكده يبقى اكتمل عندنا اجابة الامتحان كله وان شاء الله بالتوفيق والامتحان الجاي ان شاء الله هيكون شامل القصة وهيكون اسهل من كده وان شاء الله هنخلي اجابته على اليوتيوب لكن انا حبيت ادخلك على المدونة عشان تاخد فكرة عنها لو حبيت تتفرج على اي موضوع يهمك او تنزل كتاب المدرسة على التليفون بتاعك تقدر تنزله من بوست موجود على المدونة بتاعتنا نتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مستر ياسر لتعليم واشرح منهج اللغة الانجليزي